ذكرى النكبة تمر هذه الأيام وغزة منكوبة بل فلسطين بأسرها منكوبة وكأن النكبة لن تتوقف من اليوم الأول لكن الحقيقة لو تأملنا بالرغم من كل الألم أن يتجدد ذكرى النكبة والنضال ما زال مستمراً والمقاومة ما زالت مستمرة هذا معلم في غاية الأهمية في المشاريع الاستعمارية التي شهدها التاريخ المعاصر أو مش تاريخ المعاصر يعني خلينا نقول القرون الأخيرة هناك ثلاثة نماذج في نموذج اللي قضية فيه على أهل البلاد الأصليين الأمريكيتين وأستراليا ونيوزيلاندا الرجل الأبيض القادم من أوروبا قضى تماماً تقريباً على حضارة ودين وثقافة ومعالم هذه الشعوب التي كانت في تلك الأراضي في نموذج الجزائر وفياتنام الغازي ينهزم ولو بعد حين يعني الجزائر 132 سنة تقريباً وفي النهاية الفرنسيون دحروا وخرجوا الأمريكان دحروا بعد أن دحروا الفرنسيون من فياتنام أيضاً في نموذج ثالث اللي هو نموذج جنوب أفريقيا اللي بيحصل فيه نوع من التوافق على إنهاء المنظومة العنصرية مقابل منظومة جديدة تسمح بالتعايش بين من تركهم المستعمر وبين من هم ضحايا لهذا المستعمر وكان من الممكن أن يكون النموذج الفلسطيني هو نموذج جنوب أفريقيا لكن يأبى الصهاينة ذلك ويبدو أننا نتجه نحو النموذج الجزائري أو النموذج الأفريقيا أولاً يعني أنا الحقيقة يتراء لي أو أتخيل لو قيل لجولد مائير والمؤسسي الكيان الصهيوني في 1942 أنه ترى بعد 76 سنة ستواجهون هذا الذي يواجهونه اليوم أنا باعتقادي أنه إما أنه لن يصدقوا أو سيحكمون فوراً على هذا المشروع بالفشل خاصة وأنه جولد مائير قالت أن أولادهم سينسون فهذا الأمر أنه الآن نحن بصدد الجيل الثالث نهاية الجيل الثالث الفلسطيني والذي اليوم يعبر عن حالة من المقاومة غير مسبوقة الحقيقة غير مسبوقة هذا أمر الأمر الثاني طبعاً في جنوب أفريقيا المثال الذي ضربته أبو ناجي نعم صحيح هو حصل نوع من التوافق على إنهاء النظام الفصل العنصري لكن اضطر النظام لذلك بعد أن فقد أساسيات تكوينه صحيح فقد المصداقية فقد فقد القدرة على الاستمرار ما استطاع وخاصة في ظل أن العالم انتبه لقضية توافق عليها وهي أنه هذا نظام شرير الصهاينة الحقيقة ومشروع إسرائيل هو قائم حصراً لأنه مدعوم من القوة الأولى في العالم هو حصراً ترى يعني في حال أن هذه العلاقة تزعزعت مش حتى انتهت تزعزعت إسرائيل تصبح هي في موضع الخطر تعرى نعم الأمر الثالث الذي أود أن أشير له هو في قضية النكبة الواقع أنه اليوم إحنا في 2024 لما ننظر إلى ما حصل بالـ 48 ونقاربه مع ما يحصل اليوم الواقع أنه النكبة أدت إلى سقوط الأنظمة العربية والنظام الدولي والذي بقي قائماً هو الشعب الفلسطيني حقيقةً الشعب الفلسطيني المقاوم وهو الذي يعني بقي أيقونة اليوم أيقونة المقاومة للظلم والاستبداد وللعنصرية على مستوى العالم اليوم الفلسطيني حينما يرفع عالم فلسطيني في جامعات كندا و أمريكا و بريطانيا و إسبانيا و غيرها و أستراليا حينما يرفع العالم مش لأنه الناس والله معتبر أنه أرض فلسطين ذاتها يعني فيها أي نوع من الخصوصية إنما فلسطين أصبحت الآن أيقونة أيقونة الحرية أيقونة المقاومة أيقونة البسالة أيقونة حقيقةً هي تدحر النظام الذي ساء اليوم نظام فاشل هذا إله أسبابه يعني أنه حضرتك النقطة الأخيرة سأعلق عليها بس المسألة النكبة أنا أقول جميل جداً أنه نلقي الضوء عليها هذا على أساس أنه قديماً لم يكن هناك إعلام النكبة هي فوق ما يتصوره الإنسان حقيقةً يعني لو كان هناك إعلام بنفس الطريقة التي يتعاطى معها الإعلام اليوم مع ما يجري في غزة لكانت انكشفت فضائح كبيرة وخاصة أنه هناك أكثر من ستين مجزرة قام بها الكيان الصهيوني البعض عرفها منها والبعض غير معروف منها أيضاً والبعض لم يعرف إلا حديثاً لمؤخرة نعم يعترفون بها حديثاً حجم النكبة التي كانت في ذلك الوقت أكبر مما كان يتحمله الإنسان في ذلك الوقت أما بالنسبة للنظام العربي أنه فشل لا أنا أرى أنه بعد النكبة تثبت النظام العربي لأنه كان شريكاً شيئاً ما في هذه النكبة صحيح أن هناك بعض الجيوش العربية قاتلت وكان هناك بعض الجهود ولكن أصبح هناك تثبيت للأمر الواقع بالنسبة للكيان الصهيوني واستقرت الأمور لأن ما استقرت عليه منذ ذلك الحين إلى اليوم حتى هناك امتداد للأنظمة العربية رغم استضافتها قديماً ورغم رعايتها أحياناً لجزء من معاناة الشعب الفلسطيني وإيواء البعض من الأخوة الفلسطينيين ولكن في حالات مدرية كانت يعني استضافت مثلاً الفلسطينيين في مخيمات يعني هذا ليس يليق بكرامة الفلسطيني ولا يليق بالقضية الفلسطينية الامتداد هو عن السكور الآن يعني النظام العربي يثبت نفسه مقابل أن يسكت عن القضية الفلسطينية أسويا تنساش أنت أن الأنظمة العربية التي كانت موجودة حين النكبة وخاصة في محيط فلسطين كانت كلها مستعمرات دول الجوال كانت قوى المواجهة لا شك بس ما كانت مستقلة ولكن محدودة محدودة للقدرة كانت كانت محكومة بالأجنبي نعم يعني الأردن وسوريا ولبنان ومصر كلها كانت مازالة مازالة لكن بعض الأنظمة منها ثبت نفسه مثلا الأردن ثبت نفسه في تلك الفترة وبقي يعني كفيلا لبعض الأراضي الفلسطينية المقدسة إلى يومنا هذا ولكن مثلا دول العريب الخليج العربي لم تكن بعد ذلك يعني في هذا السياق إلى الآن هي ليست في هذا السياق وليست في المواجهة يعني دول مثل لبنان وسوريا والعراق حتى الأردن كانت شبهمة مصر كانت دول مواجهة في ذلك الوقت العراق كان من دول المواجهة ما حصلت مواجهة؟ القصد أنه المواجهة أنه هي في خصام مستمر وفي تواصل مع القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية كشعوب يعني بعض الأنظمة وبعض الشعوب يمكن أن نضيء على هذه المسألة مسألة الطلاب التي حددتك فضلت فيها نقطة مهمة ما رحنا عليها من الجهة لأنه فيها توسع جميل جدا وقراءة جميلة جدا لأنه هو اليوم الآخر بالنسبة للغرب قبل تقريبا عشرين سنة أجريت حوار مع سلمان أبو ستة فكان يقول أنه لو كانت الجزيرة موجودة عام 48 ربما معظم فلسطين ما كانت تسقط يقول أنه البث الحي لو كانت إيش إيش لو كانت قناة الجزيرة قناة الجزيرة أيوة فيقول البث الحي كان يمنع نعم سقوط قراءة وإغضاء مجموعة من المجازر أنا نشوف الكلام هذا نسبي جدا لأنها الآن إحنا في غزة المذبحة تجري 24 ساعة لـ 24 ساعة وجزيرة موجودة وهي مستمرة لا بس الفرق أنه حصلت غزة بسبب وجود الإعلام وخاصة الإعلام البديل ليس الإعلام التقليدي بسبب وجود الإعلام البديل غزة أحدثت انتفاضة عالمية صحيح هذا ما حدث في الـ 48 ما حدش كان باله في فلسطين في الـ 48 إسرائيل سيطرت على فلسطين وكانت لها سمعة دولة ديمقراطية في صحراء الاستبداد العربي لو كانت موجود الإعلام بالطريقة الموجودة بها الآن ما كان هذا الشيء يحصل ولكن القوة الصلبة يعني أنت تأثر عليها بالإعلام ولكن لا تستطيع أن تمنحها أو ربما تستطيع تمنح يعني لا تستطيع تمنحها الآن لكن يكون ثم تأثيرات ونتائج على يكون ثم تأثيرات ونتائج على وجودها يعني مثل ما تحدث الأستاذ عزام على ثورة الطلاب لو لا وجود الإعلام ما كان شيء هذا يحصل لكن ثورة الطلاب لم تستطع إلى حد الآن أن تمنح المجزرة هي لم تمنحها صحيح لكنها فضحتها بشكل غير مسبوك وكشفتها بشكل غير مسبوك وثورة الطلاب جاءت أساسا من وجود إعلام لأنه ربما اختلف معك أخي نوردين أنه مع أنه ما قاله لك ضيفك قبل عشرين سنة جزء كبير منه صحيح وهو أن الإعلام يلعب دور كبير جدا إما في التعتيم والتعمية أو في الترويج والتوعية لذلك الناس يمكن لهم انتقادات على الجزيرة في مواضيع معينة في بلدان معينة ولكن لا شك فيه وأنها لعبت دورا أساسيا حاسما في خروج الإبادة إلى العالم أريد فقط دكتور مدوكب ذكرت الجزائر في الحديث بالمناسبة الجزائر كان ممكن يحدث لها والاتفاق الذي حدث في اتفاق وقف اطلاق النار كان مثل جنوب إفريق ما الذي غير الأحداث وأصبحت يعني كان الفرنسيون سيبقون في الجزائر نعم أكثر من مليون وبأيديهم الاقتصاد وبأيديهم الثقافة والإعلام وكل شيء كل شيء لهم حقوق الجزائريين اللي كان عندهم حتى حقوق في زمن الفرنسيين ولكن في اتفاقية إيفيان أعطيت لهم كل هذه الحقوق الذي غير ما هو أنا عندما أسمع سموتريتش وبنغفير ونتنياهو لماذا أحيانا استبشر يعني بما يقولون لدينا تجربة في الجزائر وهو مع المنظمة تسمت منظمة لوايس منظمة لوايس هذه منظمة فرنسية إرهابية رفضت وقفة الأقنار ورفضت استقلال الجزائر بالرغم مما جاء فيه من تنازلات كبيرة جدا للمستوطنين وبدأت بأعمال القتل بعد قبيلة حتى وقفة طلاق النار يعني مع نهاية 61 بداية 62 وقفة طلاق النار كان في 19 مارس 62 وبدأت في أعمال عنيفة جدا قتلت الجزائريين بطريقة الحال كانت تقتلهم بفضاعة خاصة في المدن الكبرى ولكن قتلت أيضا الفرنسيين الذين إما كانوا متعاطفين مع استقلال الجزائر وهم قلة قليلة أو كانوا يرون أن الحل هو هذا وأن يتقاسم أهل البلاد 9 ملايين جزائري ومليون فرنسي يتعايشون مع بعض على طريق الجنوب إفريقيا فيما بعد لكن أعمالها الإرهابية هدت إلى دماء وأنهار من الدماء وعنف شديد مما جعل جبه التحرير أيضا ترد وبدل ما يحدث في إطلاق النار استمر في الحقيقة لكن ليس مع الجيش الفرنسي الجيش الفرنسي كان قرر بأنه وصل إلى اتفاق ودخل شبه حرب أهلية ما بين المنظمة الفرنسية هذه والجيش الفرنسي تقاتلوا فيما بينهم في الجزائر بمعنى أصبحت هناك ثلاث أطراف بينها قتال وهدنا ما بين جبهة التحرير هذا كان أساسي أن الجزائر فيما بعد المليون هؤلاء بالمناسبة فيهم أكثر من مئة ألف يهودي هؤلاء فروا إلى فرنسا وتركوا كل شيء إلى الدرجة أن بعضهم قالوا أنهم دخلوا إلى بيوتهم وبلاتهم وكان الأكل ما زال موضوع على الطاولات تعرف الحقيقة هو شوف في كل صراع أي كان إذا كان مسلح أو حتى كان غير مسلح أو يعني ماذا أقصد غير مسلح أقصد أنه يعني عمل شعبي يعني كما حصل مثلا في جنوب أفريقيا هو لم يكن سلميا على طول الخط ولكنه كان يعني انتفض الناس كان مسلحا برضو كان مسلحا نلسى من دل دخل السجن لأنه هو قام بعمل السابوتاج يعني قام بتفجير قطة سكك حديد لكن القصد أنه كل صراع كل صراع تمر فيه لحظات هي انعطافة فإذا انعطفت باتجاه معين قد يعني تؤدي إلى قرب نهاية أو إلى زوال وضمح لا ذلك يعني الديناميكيات التي تؤدي إلى ذلك الصراع بس أنا أريد أرجع إلى النقطة أنا ذكرتها في مسألة الأنظمة العربية والتي أنا باعتقادي سقطت عند النكبة وسأقول كيف هي سقطت هي طبعا مثل ما أنت ذكرت أصلا هي كثير من عندها ما كانت مستقلة ما كانت قائمة كدول كما نعرفها اليوم جيوش العربية كان يقودها ضباط بريطانيون أو فرنسيون الذي حصل ولازال إلى الآن في بعض الدول الذي حصل الذي حصل هو أنه هذا المشروع الصهيوني الذي ثبتت أو تاده في هذه المنطقة وقبلنا أم لم نقبل لكن الرواية التاريخية تؤكد أنه بتعاون وبتواطئ من كثير من الأمراء والملوك والمشايخ والزعماء السياسي اللي كانوا موجودين في المنطقة بعضهم بعضهم نعم هذا هذا أدى إلى ما بعد ذلك أصبح هو الوطن العربي حقيقة هي هذه كانت نقطة مهمة جدا لأجل إيجاد هذه الممالك التي لأجلها هؤلاء يعني شعروا بأنهم دفع لهم الثمن أنا باعتقادي هذا بذاته القبول بهذه الحصص من الكعكة مقابل السكوت على المشروع الصهيوني هذا كان يعني ليس مثله سقوط هما نشأوا بالمناسبة تقريبا كثير من هذه الدول نشأت في نفس الوقت مع الكعكة هذا هو يعني حدودا وسلطة على الفقر هذه لحظة أيضا لحظة أيضا قد تكون يعني هناك عوامل للتخلي عن الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية مقابل أثمان موجودة في الجزيرة العربية هذه لحظة ثانية وهذا أمر قصدك الآن يعني الآن نعم 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 يعني شوف نحن لو اضطرأنا إلى ما خليني أقول أنا مستقبل المملكة العربية السعودية والذي لابد منه طبعا الموت بيد الله سبحانه وتعالى وكل الناس إلى هذا المصير ولكن سيكون هناك ملك جديد ولكن ما هو الثمن الذي يمكن أن يثبت هذا الملك هل هو شيء داخل السعودية لا أبدا بس حقيقة غزة أفشلت ذلك هو كان فيه مشروع وقد يكون شوف يوم 6 أكتوبر نعم كان الإسرائيليون يحتفون بأنهم على وشك توقيع اتفاق مع المملكة العربية السعودية 7 أكتوبر أفشلها لكن كان هناك كان هناك محادثات كان هناك محادثات في واشنطن قبل شهرين وكانت المملكة تطلب نوع مختلف عن الحماية يرفع إلى مستوى الدول الناتو أو الدول الصديقة الخاصة بالناتو وإعطاءها بعض المميزات وستماح لها بإقامة يعني مفاعلات نووية ولكن هذه الأمور رفضت من قبل الأمريكيين ونفدت من قبل الإسرائيل حتى المطالب التي كانت موجودة في القمة العربية والمبادرة مبادرة القمة العربية بشأن فلسطين رموا بها عرض الحائط قالوا لا يعني حتى حقوق الفلسطينيين والعودة وحقوق العودة وكل هذه المطالب انسوها ما لكم علاقة بالاتفاق وهذا كلام منشور بالصحف يعني هو واضح جدا أن هذه المطالب التي يطبع يحتاج إلى مناخ بطبيعة يحتاج إلى قدرة على التعمية يحتاج إلى قدرة على التعمية يحتاج إلى قدرة على غش الناس وتقديم الأمور لهم على أساس أنه هو ماشي في طريق صحيح وأنه هو يدافع على القدس ويدافع على فلسطين وبالتالي الأمور قيد الإنجاز ولكن بالداخل هذا الانتهاء لا مثل ما تفضلت حدتك حدث المناخ اللي صنعتها غزة المناخ اللي صنعتها غزة المجزر الرهيبة اللي صنعتها غزة المستفادة اللي حول العالم كلها تكشف لأن الأوهام ما حيش منكم بشكل بالدول العربية تم تجين الناس بهذا الاتجاه يعني ما حدث في بعض الدول الخليجية وبعض السطاعة الراي وصل السطاعة الرايجية نفسها لا القصد أنه المناخ الداخلي المناخ الداخلي للمجتمع الخليجي أصبح ممسوك يوفر هذا اللي أنت بتتحكي عنه سيد محمد حيدر كان ممكن يحصل في حالة واحدة لو أنه كما افترض الإسرائيليون وأنصارهم لا يوجد للفلسطينيين حياة هم افترضوا أن المقاومة انتهت صح وأن الفلسطينيين هزموا وأن عليهم أن يقبلوا بالأمر الواقع الجديد شوف لا يهم أي تواطئ أو تآمر من الجوار أو من العالم طالما أن الفلسطينيين ومن يناصرهم يقاومون هذا 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 السر حقيقة أنا معاك أنه أفشل هذا المشروع أفشل بس أنا بحكي أنا شو وضع هيدا الدول وهيدا لحظة الفشل فيها كأنظمة لا خير فيها لكن زي ما قال نور الدين أثبتت إصطلاعات الرأي أن مواقف الأنظمة هذه في واد ومواقف الشعوب في واد آخر تماما مشكلة النظام الدولي القائم لأجل بقاء واستمرار المشروع الصهيوني يعني حتى نسمي الأشياء بمسمياته النظام الدولي القائم حقيقة هو موجود لأجل إذكاء لأجل دعم لأجل تقوية لأجل نشر هذا المشروع الصهيوني الأزمة التي يجد نفسه هذا النظام يجد نفسه واقع يحيالها هي مسألة قضية أنه الفلسطينيين لا يكفون عن المقاومة ماذا يتوقف يا أخي ماذا يفيد احتلوا قمعوا طردوا قتلوا اشعلوا المستشفيات ولا تزال عملية المقاومة مستمرة المشكلة وين المشكلة وين طبعا في موازين القوة لا يمكن المقاربة بين القوة التي عند إسرائيل بدعم من كل الدول الكبرى وما عند المقاومة لا يمكن يعني في موازين القوة لكن المشكلة أنه هذا 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 الأثر للمقاومة والرفض هذا اللي قاعد يسوي هو أنه ينشر ثقافة معينة في كل أنحاء العالم وفي عقر دور أصحاب الذين يمدون بالصواليخ وهذا هو المخيف ثقافة المقاومة هذا هو المخيف هذا هو المخيف دكتور تعرف في مقابلة بيرز موغن مع ثلاث نسوة اللي كانت قبل يومين ثلاث نسوة ووحدة منهم فلسطينية إيش اسمها اسمها غادة حاجة شفت شفت مع ثنتين صهيونيات لأول مرة وبشكل واضح وبشكل واضح ودون مواربة لمن قالها أكتوبر 7 7 أكتوبر قالت له أنا لا يمكن لي أن أدين قط عملية مقاومة ضد الاحتلال لا يمكن هذا أنا باعتقاد ذكرت له العبيد أعتقد ذكرت له كلمة العبيد قاتلوا أنا لا يمكن أن أدين العبيد الذين قتلوا قتلوا السياد السليف ماسترز نعم ولا يمكن أن أدين الذين تجروا هذا كان مستحيل قبل عام هذا الكلام مستحيل هذا يدخل للسجن أنا أضيف لك شيء وتفضلت به دكتور أنس اللي حدث هو أن الآن في حديث كثيرة خاصة من المؤرخين ومنظرين صهاين على إمكانية تفكك الكيان الصهيوني يعني بعضهم كانوا صهاينة والآن أصبحوا ضد الصهيونية ويناظلون ضدها وبعضهم يطالب بتفكيكها مثل ابن الجنرال في كتابه وما جاء فيما بعده ويطالبونا بالتفكيك أنا أزعم أن هذا الكيان سيتفكك والآن هذا الكلام حتى من داخل الصهيوني يعني لما تقرأ هذه الأيام وهم بمناسبة ما يسمونه بعيد الاستقلال كتابات كثيرة جدا وتنظير من مشاهير إلى آخره وبعضهم أشار إلى هذا تشكل هذا الكيان كما تشكلت أنظمة وبلدان عربية في نفس الوقت وكان هناك تواطئ إما ظاهر وإما خفي بأن لاكم الحكم في السعودية في الإمارات لاكم الحكم وعلى أن تقبلوا هذا الكيان أنا أزعم أنه يتفكك ويتفككون معه على الأقل كأنظمة إن لم يكنوا أيضا في جغرافيا شو الأسباب الأسباب شو الأسباب التي ستؤدي إلى هذا التفكيك هذا السؤال نعم لأنه معتمد بشكل كبير جدا لأن الصهينا عند الإمارات مثلا يعني الإمارات ربطت نفسها بشكل فاضح وأصبح واقع جدا مع هذا الكيان السادة يمكن الكيان لا يمكن مدام قائما ويضعفهم كل إضعاف للكيان يضعفهم كل وسبع أكتوبر من تداعياته الآن ما هو وأن هذا الكيان أضعف هذه الآن بشهاداتهم قبل يومين أقرأ لأحد كبار الكتاب في يدعو تحرنوت يقول أن ماديا كان يجب إنهاء هذه المعركة في خلال أسبوع إلى أسبوعين وراح يقيس قال نحن ثلثمائة ألف عسكري وهم بين ثلاثين إلى خمسين ألف لدينا كذا لدينا كذا لدينا كذا ليس لديهم أي شيء من الحماية أو من الجو أو ما عدا أن الأرض يعرفون الأرض وأنهم في وسط السكان قال لكن كل هذا كان لا ينفعهم لكن لا أفهم كيف أننا في الشهر الثامن ونغرق في أوحال غزة الآن هذا الخطاب بالنسبة إليهم وهو يتكرر بشكل كبير جدا هذه الأسابيع اعتقادي أن هذه الأنظمة التي ربطت مثلا بن سلمان كان خلاص أنها الأمور وكما تفضل دكتور عزام كانوا يتحدثون على التوقيع في الأيام القادمة صحيح حتى أنه أرسل سفيرا لعند عباس وبدأت وبدأوا يتحدثون على ليس دولة فلسطينية حتى بمفهوم ما كانوا يسمى بالمبادرة العربية إنما بحقوق الفلسطينيين يعني الحقوق بعض الحقوق يعني تعطى لهم ويمضي التطبيع كانت أندونيسيا كانوا كانوا على أبواب التوقيع أندونيسيا أكبر بلد إسلام أندونيسيا من جهة والسعودية باعتبارها بلد الحرمين وكان سيؤدي وإعادة التطبيع بين تركيا وإسرائيل كانت ماشيا أيضا في سكة بشكل كبير جدا بايدن ما أزعجه كثيرا وردده كثيرا في الخطابات الأولى هو أنه قال كنا على أبواب التطبيع كنا على أبواب التطبيع مع السعودية كان هذا مهي كلام بعد الفشل هذا تسمح لي أعطي رؤيتي هذا الموضوع أنا سألت السؤال ليش رؤيتي فيها مبررات طبعا لنتيجة التحليل أنا أعود بالداكرة وذاكرة المواطن العربي إلى القدرات التي كانت موجودة في بلدان مع محاور المقاومة مع الدول ودع المقاومة الفلسطينية كيف تطور وكيف كانت في الزمن من حوالي عشرين سنة يمكن كانت هي الانتفاضة الأولى في ذلك الزمن كان الفلسطيني يقاوم بالحجر صح؟ كان يقاوم بالحجر كان يقاوم بشيء يسميه أكثر من خمسة وثلاثين سنة إيه لا إتفاضة تانية عشرين سنة أنه المرحلة هاي دا هاي كانت قدرته هلأ نهيك عن المقاومة المسلحة اللي قبل نحن عم نحكي هلأ بعد الواحدة وثمانين يعني بعد ما خرجت المقاومة من لبنان وانتهى سلاحة كقوة المقاومة فاعلة يعني لكن رجعت بدأت بدأت يعني القضية نبضة من الداخل الفلسطيني وكان له وزن أقوى من فعل المقاومة في الخارج هلأ شو اللي صار بعد هالفترة هاي الانتفاضة الأولى الانتفاضة التانية كان هناك تطور للقدرات يعني تطورت من الحجر إلى المقلاع إلى بعدين أسلحة غير عادية طيب شو اللي صار بهذا الوقت هناك كان في تغيرات طبعا في العالم العربي كان في عدد من تم يد بالثورات العربية وانا باعتبرها أنه هاي دي كانت فوضى لضرب العالم العربي ومن عمل عليها استغلى استغلى طيبة الشعب العربي وأماله بالتغيير الديمقراطي ولكن هذا كلام تاني المهم هون في المنطقة بعد حرب تموز في لبنان انقلبت الآية كليا انقلب المفهوم بالنسبة للمعارك قواعد الاشتباك السحر تموز في لبنان كانت قبل الربيع العربي لا 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 اللي عم بحكي أنا قواعد الاشتباك صح معك بس هنا نقطة أنا قواعد الاشتباك في الحروب بعد العام بعد حرب تموز اختلفت في العالم كله لأنه استخدمت فيها أسلحة غير عادية وكانت هي أسلحة صواريخ وكانت هذه الأسلحة هي الفاعلة ضد الكيان الصهيوني اللي استمرت الحرب على لبنان فيه 32 يوم صحيح؟ 32 يوم لم يحقق إنجاز سوى مسألة الردع اللي صارت طبعا المقاومة خسرت كثير ولكن كان دخلت معادلة جديدة أنا أعتقد أنه لا خلينا خليت صوت جد نظري الكيان الصهيوني كان بقوته بجبروته خلال كل السنين عنده التفوق العسكري ولكن هذا التفوق العسكري بدأ من تلك النقطة بالإخفاق ولم يعد لحد الآن وخاصة بعد ما بنى الجدران شوف هاي مسائل استراتيجية هل يستطيع هذا الجيش عندما يبني جدران حاول حدوده أنه يروح يشتاح دولة تانية مستحيل عسكريا تكنولوجيا مش ضابطة ما ما تزبط يعني هذا الحلم اللي كان يفترضه أنه يروح يشتاح دولة تانية هذا انتهى في اللحظة وهنا بدأت انتكاسة الجيش الإسرائيلي سعيح عنده طيران سعيح عنده صواريخ وسعيح طوره طيب بعد الفترة هاي المقاومة الفلسطينية طورت قدراتها العسكرية بغض النظر كان الاختلاف مع البعض اختلاف الى اخره لكن هناك كانت سياسة تمكين سياسة تمكين للمقاومة وهذا الذي نشده اليوم المقاومة اكتسبت علم سلاح الحرب وهذا العلم لا يمكن أن تمحيه من ذاكرة الناس انت ممكن ممكن تياني الإسرائيلي يجي يصاد قائد عمليا ترجمة نانسي قنقر